التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم رفعت وكالة التصنيف الاعتماني فيتش تصنيف مصر الاعتماني من مينس بي إلى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة وعشرت الوكالة إلى قوة التمويل الخارجية الذي تحصل عليه مصر في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم وتشديد الظروف النقدية عليها وأوضحت الوكالة أن الأوضاع المالية الخارجية لمصر قد تعززت بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة وتدفقات غير المقيمين بها إلى سوق الدين وتمويل المؤسسات المالية الدولية الجديدة وهو ما تيسر بفضل تحسين إعدادات السياسات هناك بما في ذلك مرونة أكبر في أسعار الصرف وتشديد للظروف النقدية كما تعافت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر وعربت الوكالة عن ثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر ديمومة من الماضي استشهد عدد من الفلسطينيين ووصيب آخرون بعد استهداف طيران الاحترال الإسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات الواقع وسط قطع غزة وقد أفادت مصادر طبية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات بوصول ثلاثة شهداء على الأقل وعدد من الإصابات إلى المستشفى إصرى قصف مكثف لطيران الاحترال لمنزل واقع شمال المخيم وسط القطاع كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الغربية ومحيط مستشفى العودة في مخيم النصيرات في السياق ذاته أطلقت الطائرات المسيرة والزوارق الحربية الإسرائيلية النارة على منطقة الدواصي الوقعة غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من أن الوضع في شمال غزة بات كارثيا وفي بيان وقعه رؤساء هايات من الأمم المتحدة منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة اليونسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات إغاثية أخرى قال المسؤولون فيها أن السكان الفلسطينيين في شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف وجاء في البيان الأممي أن المساعدات الإنسانية لا تتماشى من حجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة من دولة إسرائيل وأشار البيان الأممي لأن السلع الأساسية المنقذة للحياة غير متوفرة وأشار البيان إلى أن العاملين في المجال الإنساني لا يشعرون بالأمان في أذاء مهام عملهم ولا يستطيعون الوصول إلى المحتاجين بسبب القوات الإسرائيلية والعدام الأمن في القطع أعلن حزب الله اللبناني أنه شن هجمات صاروخية نوعية استهدفت قبيل الفجر قاعدة جليلوت التباعة للاستخبارات العسكرية قرب مدينة تل أبيب وبالتزام أعلنت شرطة الاحتلال أن 19 شخصا أصيبوا في منطقة شارون بوسط إسرائيل وقد جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان كانت خدمة الإسعاف العامة قد ذكرت في وقت سابق أن سبعة أشخاص في بلدة الطيرة الوقعت بوسط إسرائيل قد أصيبوا بجروح وأفادت قوات الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ هناك وأنه قد تم اعتراض بعضها من منظومات الدفاع الجوي بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين هاتفيا مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون دورمير الخطوات الضرورية لخفض التصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وذكرت شبكة سين أن الإخبارية الأمريكية أن بلينكين ناقش الأوضاع الإنسانية المزرية في القطاع واستعرض الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين الوضع الإنساني هناك وقد حث أيضا على اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة المساعدات للمدنيين هناك ونقش بلينكين ودير مير الجهود المستمرة من أجل التوصل إلى حل ديبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر قاذفات بي 52 وطائرات مقاتلة وطائرات للتزود بالوقود بالإضافة إلى مدمرات بحرية في منطقة الشرق الأوسط أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية البينتاجون أن عملية النشر ستتم خلال الأشهر القليلة المقبلة وقال المتحدث باسم البينتاجون باتريك رايدر أنه إذا استغلت إيران هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح عسكرية في المنطقة فإن الولايات المتحدة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل الرد عليها أعلنت أوكرانيا أن الجيش الروسي قد نفذ 287 قصفا مدفعيا على منطقة زابوروجيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقال حاكم منطقة زابوروجيا إيفان فيدروف إن روسيا قد استهدفت 9 بلدات تابعة للمنطقة ونفذت 8 غارات جوية على عدة بلدات أخرى قد أكد المسؤول الأوكراني أنه تم تسجيل 16 حالة تدمير للمباني السكنية والبنية التحتية الأوكرانية تعهدت كوريا الشمالية بمواصلة كافة الجهود لبناء القدرات اللازمة للدفاع عن نفسها واتهمت كوريا الشمالية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدفع منطقة شبه الجزيرة الكورية إلى سيناريوهات الحرب وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكوريا الشمالية إن بلاده ستكثف جهودها من أجل الرادع التهديد العسكري ومن أجل الحفاظ على توازن القوى في المنطقة وألقى باللوم على واشنطن وسيول في التخطيط لما وصفها بمؤامرات الحرب أكثر من عشرين مرة خلال هذا العام وهو الأمر الذي لم يترك خيارا لبيونج يانج سوى العمل على الردع التام لخطر اندلاع حرب نووية على حد ما وصف وهذه ناية الموجز عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخرية مصر بعد هذا الفصل ترجمة نانسي قنقر